مساء الخير عزقنا المشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معانا على قناة الصحة والجمال الفضائية تعودتم معانا في برنامجكم حقق حلمك معانا إننا نمدلكم إيدينا دايماً عشان نساعدكم على تحقيق أحلامكم وكمان بنساهم في حل مشاكلكم مش بس كده وبنغطي فعليات كل مناسبة أو نشاط لكم حلقتنا النهاردة هيشرفنا فيها دي في البرنامج المستشار ردى عبدالعليم الحبشي مستشار العلاقات الدبلوماسية بالمجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية واللي هيكلمنا عن موضوع شائك قليلاً أصبح خطر وأصبح يسير الرأي العام موضوع أزمة سد النهضة والحلول المتوقع فاصل ونرجع لكم مع ضفنا بعد الفاصل في البداية بنرحب بضفنا المستشار ردى الحبشي أهلاً بحضرتك منوارنا في برنامجنا أهلاً بحضرتك قبل ما نطرح مشكلة أزمة سد النهضة كنا حابين حضرتك تكلمنا عن علاقة مصر التاريخية بأسيوبيا والله أولاً حضرتك حاجة أولاً لو جينا من قبل الأسرات اللي هو التاريخ بتاع الفرانة في حاجة اسمها ما قبل الأسرات من قبل الأسرات النهر موجود وإحنا موجودين وبلاد الحبشة موجودة طول عمرنا أو طول التاريخ طوال التاريخ ما قبل الأسرات طوال الأسرات والميلادي والهجري الشعب واحد بس إحنا الدنيا ابتدت تاخدنا شوي مع مر العصور اللي بتتقسم دول ومجتمعات مختلفة حضرتك كانوا متقسمين دول إحنا كانت مصر وقدبل حضرتك السودان كانت تبعنا بلاد الحبشة دي كانت البلاد اللي هي ايه برضو اللي هي المنبع بتاع الميل الأسرات وقدبل حضرتك فإحنا في العهد القديم في أيام الفرانة كان نفتكر كل لنا رحلة حاتشبسوت إلى بلاد بونت دي كان اسمها بلاد بونت في العود قبل أسيوبي بعد كده جاء الفتح المسيحي أو الدين المسيحي كانت الكرادرائية المصرية هي اللي ماسكة الكنيسة بتاعة الحبشة أو بتاعة أسيوبيا يعني الأديان كانوا تبعين لبعض وقدبل حضرتك أن البطرارك المصري هو اللي بيعين البابا بتاع الأسيوبيا يعني أسيوبيا دينياً تابع لنا تابعة لنا وقدبل حضرتك وبابا الأسكندرية هو اللي بيحرق الكميسة في أسيوبيا وقدبل حضرتك بعد كده جاء الدين الإسلامي أول الملازل الوحيد اللي لقوه المسلمين لما هجروا من قريش راحوا فين؟ الحبشة وقدبل حضرتك راحوا لإيه للنجاشي فهنا التطور بتاعنا ديني وعرقي طب نقول عرقي إزاي؟ لو إحنا بصينا في العراق بتاعة الحبشة هنلاقي أسماء العائلات اللي هنا متشابه لكثير جداً هناك في الحبشة أو أسيوبيا في الوقت الحالي يعني مصر وأسيوبيا كانوا كيان واحد؟ لا هم مش كيان واحد نحن عايزين بس نقدر نفصل إحنا بنقول إحنا والسودان كيان واحد لأنه كانوا دولة واحدة لكن أسيوبيا لا كانت دولة كانت دولة طوال عمراء ولها إمبراطور طب لحضرتك لكن مصر كان لها ملك أو فرعود فهنا اختلاف برضو فهنا مصر والسودان كانوا واحدة لكن أسيوبيا قوامة بعدها اللي هي أريتريا واللي هي منبع النين الأزرق دي كانت تابعة إيه؟ تابعة الحبشة تمام وتطورت الأمور إزاي؟ والله هي تطورت الأمور ناخدها برضو من العصر الحديث العصر الحديث أنه لما قامت ثورة 52 العظيمة جمال عبد الناصر كان هو وإمبراطور الحبشة صيغة واحدة وتفاهم واحد ومساعدات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية دي كانت ماشية على خط واحد جي الرئيس السادات كان فيه مشاكل ما بين اللي هي الانفصالية ما بين أريتريا والحبشة أو أسيوبيا فالسودان خدت موقف أريتريا فالسادات طبعا عشان خاطر السودان خد خط السودان خد اتجاه السودان فهنا خصل بيننا وبهم بعض تباعه فجي الرئيس حشني مبارك تقارب الموقف السياسي المصري وبقى ورجع تاني وعدت الصداقة بين مصر وأسيوبيا تاني بنقول عليها عادت بجميع نواحيها اللي هي بنقول عليها ايه اقتصادية دبلوماسية دولية دينية رجعت كاملة بجميع أشكالها هنا كان الانفصال بس أيام مين؟ كان أيام السادات فقط في عامتنا بدأت من أيام الرئيس السادات لكن في عهد الرئيس حشني مبارك كانت ابتدت تتحسن لغاية لما حولت الاختيال الفاشلة اللي حصلت من بعض المصريين وبعض الأجانب المأجورين للساد الرئيس حشني مبارك في عهد شوبيا فهينا ابتدت العلاقات تتوتر فهينا ابتدأوا طبعا مشروع تسد بالنسبة لهم حلم من زمان لكن احنا كنا مغطينهم بالنواحي الاقتصادية والنواحي الزراعية فكان بينهم من بعض تبادل كامل فهينا لما حصل الاختيال محاولة الاختيال الفاشلة ابتدت العلاقات تتوتر فابتدأ يحصل عندهم نوع من أنواع ان هم من عايزين يعملوا سد يعمل لهم امتيازات يعمل لهم تنمية يعمل لهم كهرباء مشتديمة فهي ده اللي صوره لهم الغرب يعني حابوا يستقلوا اقتصاديا علشان ما يبقوش محتاجين لمصر لو حصل أي أزمة لا هو حضرتك المفهوم خاطئ احنا بس ناخدها شوية كده نبدأها مع بعض شوية هنا احنا كنا ماشيين مع بعض كويس جدا فهينا احنا عايزين بس نتناول الموضوع لان الموضوع اصلا شائك والناس تناولته من جوانبه احنا هتناوله بالموضوع اللي هو الإنساني وكعلاقات دولية وكعلاقات دبلوماسية لان الموضوع ماخد نفسه في كذا احنا عايزين نوضح للمشاهدين الأزمة دي كانت ازاي ووضعينا الدبلوماسي مع أسيوبيا حيبقى ازاي احنا هنتناوله بموضوع مختلف عن الآخرين فنبدأ مع بعض فهنا حضرتك هنا عملنا كام مؤتمر وكان فيه مؤتمرات في أغاندا ومؤتمرات في السودان ومؤتمرات في أسيوبيا قبل 2011 فجيه في 2011 اللي هي ما هو مزعوم بالربيع العربي اللي هو أنا بقول عليه الخراب العربي ابتدت الدول يبدأ فيها حروب فابتدت أسيوبيا تبدأ في بناء السد في التغطيط لبناء السد في التغطيط وليس البناء فجيه أبي أحمد ناخده بس ده كده بالراحة أبي أحمد ايه هو اللي عمله عشان ياخد جايزة نوبل للسلام جايزة نوبل لها مواصفات ولها امتيازات واخدبال حضرتك هو قدم ايه عشان ياخد جايزة نوبل اللي هي استحقها وبكل فقرة وبكل شرك السيد الرئيس عفتاح السيسي لأنه رجع مصر للمجتمع الدولي تاني بس خلينا الاول مع أبي أحمد أبي أحمد خد اتجاهات معينة وابتدى يملى الساد الرئيس السيسي من طبيعته إن هو إنسان بمعنى إنسان قائد بمعنى الكلمة كقائد وحاسم أيضا في مواقف؟ طبعا هو هنا قال لك إيه إحنا بالنفوضات أبي أحمد بعض القوى اللي بتكره لمصر الاستقرار وهجمة مصر في صورة واحد وعشرين في صورة يناير خمسة عشرين أجيجة الموقف ما بيننا وما بين أسيوبيا ويه الدوله جايزة نوبل للسلام وقالوا يمشي معنا وإحنا هنخليك هتعمل اللي إنت عايزه هتبني السد وهتعمل تنمية وكلام ده الرئيس السيسي كقائد فاهم الاتجاهات وفاهم إيه له وعايزه قال له كلام ده مش هيحصل الكلام اللي حضرتك بتقول ده مش هيحصل خدها للمفوضات المفوضات عملنا مفوضة في أسيوبيا ومفوضة في السودان ومفوضة في مصر وبدأنا معاهم بالموارد المائية وممثل لوزير الخارجية ووزير الخارجية ووفد كامل من وزير الخارجية والموارد المائية ووزير الزراعة عملنا كل ده ولكن التعنت الأسيوبي بسبب الأحلام الأحلام لأن الغرب ما بيديش إلا حلم وفي الآخر بيلاقيه صارت يعني نقدر نعتبر أن المؤامرة على مصر كان لها دور كبير في خلق الأزمة ما بين مصر وأسيوبيا حضرتك الغرب هما لما حصلت ثورة يناير افتكروا أن مصر وعد افتكروا أن مصر وعد زي مثلا قالوا أن ليبيا وعد وهذا بالله حضرتك لكن هل مين اللي أرشد ليبيا للطريقة الصحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فأبي أحمد قالوله وعود كذبة وقعد يماطل ويحاول آخر حاجة حصلت لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة بتاعته في الأمم المتحدة قال أنا مش هتني أتفاوض على طول لقينا فوقينا أن السيد قائد القوات الجوية في سلاح الجو الأسيوبي بيتكلم أنه يقدر ويقدر 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 هو كان طلع تصريح من فترة قريبة أنه هو مستعد وجاهز للحرب ومستعد لصد أي حرب ضده أقول لحضرتك حاجة اللي بيقول ما بيعملش السيد الرئيس السيسي قال إحنا مش هنقعد نتفاوض كتير هو اكمنه ما عندوش وهو ما يقدرش ويقدر حضرتك طلع بقال شوية تصريحات بيفك عن نفسه بيفك عن نفسه بيفك عن نفسه السيد الرئيس ما بيقطعش أعراق السيد الرئيس بيدي فرصة مرة واثنين وثلاثة والغاية وقتنا هذا الوزير الخارجية مصر على المفاوضات باتجاه من مين من السيد الرئيس طيب في حالة تشغيل سد النهضة هل من الممكن يحصل عندنا في مصر جفاف أو حتى أنه يحصل شح في المياه والله بصوا حضرتك أولا بيبقوا عندهم المياه وبيحصل عندهم مجاعات وجفاف وقتبر حضرتك إحنا ما نقدرش نقول بس إحنا بنبصلها من المنظور العلمي من المنظور العلمي هنتأثر يعني عندنا مياه جوفية آه عندنا مياه جوفية عندنا بحار جوفية عندنا بحار جوفية والاكتشافات موجودة في الغرب في بينا وبالليبيا وفي اكتشافات اكتشافها الامر الصناعي وهو ولكن أنا شيء طول عمري عايش عليه تقطعه عني ليه يعني طول طول من ساعت من خلقت الخليقة ونار النيل ده موجود يعتبر بيتعدى على جزء من حقوقنا يا فنم دي حقوقنا دي حقوقنا الدينية وحقوقنا الدستورية وفي معاهدات من دي سنة ألف تسعمية تسعة وعشرين بحق مصر في مياه الني هي والسودان انت جالت تطعو عني ليه وفي طبعا بحر الكونجو في حاجات كتير جدا بنحاول ان احنا نشوفها فيه بس اقول لحضرتك حاجة بسيطة احنا عندنا قيادة السياسية حكيمة جدا ما بتاخدش القرار الا لما بتكون درساء كويس جدا 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 احنا بنصق في قيادتنا السياسية جدا وهي مش محل نقاش لكن العلاقات الدبلوماسية بتتأثر من اي ازمة بتحصل بين اي دولتين اقول لحضرتك مفاجئة احنا نغاد دلوقتي العلاقات الدبلوماسية ما بيننا وبين اسيوبية قوية جدا اعتقد ان اسيوبية هيبقى من مصلحتها انها تحافظ على العلاقات دي والله احنا احنا بنضغط على ايديهم ان هم حاطين ايديهم في ايدينا ان هم يبقوا ماشيين على نفس الركاب لان اللي بيوعدك ما بيوفيش كان وفى مع الليبيين كان وفى مع السوريين وفيه كتير اقول لحضرتك رئيس الوزراء السيد مصطفى ملبولي كان فين مبارك كان بيحضر توقيع معاهدة السلام ما بين جنوب السودان والسودان شفت مصر الفين ما نعملتش الا بوجود السيد رئيس الوزراء ليه؟ لان احنا الحمد لله نتمتع بقوة دبلوماسية وقوة دولية وقوة اخلاقية لان احنا معاه في الاتحاد الدولي في الامم المتحدة في احنا لسه سايبين لجنوب افريقيا الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي ايام ما كان السيد رئيس عب فتح السيسي متزاعم مصر انها كانت مسكاة انتقل نقلة كبيرة جدا وتبنى توجيهات كبيرة جدا ابتدت افريقيا تتجه الى افريقيا ما ابتدتش تتجه الى الغرب او ما ابتدتش تتجه الى اسيا ابتدت افريقيا تتجه الى افريقيا ان احنا نتجه في التجارة الى افريقيا نتجه الى في الاقتصاد الى افريقيا بقينا نتبادل مع بعض مع بعض المصالح ومع بعض الافتراحات وفيه دلوقتي بنحاول نعمل مجمع للفيروسات لإفريقيا نبقى فيه علماء من جميع دول إفريقيا عشان قادر نتواكب مع العصر طيب من السناريوهات اللي دايرة في الإعلام الفترة دي إنه في حالة تشغيل السد لو السد دا انهار هيحصل عندنا فيضان الكلام دا حقيقي؟ هقول لحضرتك حقيقة السد دا معمول على بوابة ارتفاع معين جاي ما نعمل كده؟ النص دا هم نسيبينه بقدر 70 متر منهم إيه؟ رفعين دا 120 و120 وسيبين دا 70 متر الفتحة دي هي اللي بتنزل الماء حصل انهيار في السد طب ما هتبقى المخزون كله اللي ورا السد هيبقى فين؟ هيبقى تنهر الميت هيعمل ايه؟ هيعمل فيضان والسدان أو البلد هتنضرك وإحنا هننضرك بس هنا في حاجة أنا بقول لحضرتك قلت حضرتك في بداية الحلقة قلتلك إن القيادة السياسية عندنا قيادة حكيمة إحنا لو شفنا دلوقتي السحرات اللي معمولة لسينا معمولة عشان كده عشان إحنا ابتدينا المناخ بتاعنا يتغير ويحصل عندنا أمطار غزيرة يقدم لحضرتك فعمل السحرات بيعمل مجرى سيول لو حضرتك شفت الطرق الجديدة بتاعتنا اللي هي في الوديان السحروية أو في الصعيد أو في أي مكان هتلاقي حضرتك مجال السيول مطهرة المجرى بتاع السيول مطهرة ونقدم نخزن المياه دي ونستفيد بيها طبعا الاتجاه دلوقتي إلى إن أنا ما نسيبش قطرة مياه إلا إن أنا أستفيد مياه ماذا؟ طيب وإيه الحلول المقترحة بالنسبة لو مشكلة السد دي ما تمش حلها؟ لا يفنم أيها وأبن شكول لحضرتك حاجة الاتجاه اتجاه مصر غير الاتجاه الدولي في ناس بتزود في الكلام وفي ناس بتوعد ما بتوفيش لكن مصر اتجاه الأول اللي هي المنفوضات وطبعا إحنا نمتلك الحمد لله رب العالمين وجير خارجية فاهم اللي بيقوم به دور اللي بيقوم به وإحنا هنتننا للمفاوضات إلى أن يأذن السيد الرئيس بأي شيء تاني لأن إحنا مصر بلد القانون ورأي حضرتك دبلوماسياً في الأزمة دي لا رأيي كدبلوماسي وحضرتك على المفاوضات بالنسبة لنا كدبلوماسي المفاوضات لا فضة فيها يعني ما لاش نهاية أنا أتفاوض معك يا أنا أكسب يا أنت تكسب بس إحنا الغد دلوقتي إحنا الكسبانين كسبانين تعاطف المجتمع الدولي كسبانين الأمم المتحدة كسبانين الولايات المتحدة الأمريكية ومعانا طبعاً روسيا ولما دخلنا الملف بتاع صد النهضة في مجلس الأمن أخذنا تعاطف مجلس الأمن بالكامل لأن ده حياة بشر إحنا دلوقتي 100 مليون نسمة أو 110 مليون نسمة إزاي؟ ده أنت كده بتقضي عليه فطبعاً لما دخلنا المجلس الأمن دخلت جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الوحدة الإفريقية في هذا الوقت وقالت أنا أتبنى في ضغط من المجتمع الدولي على أسيوبيا لحل الأزمة؟ لا هو في ضغط من بعض الدول الإقليمية إنها ما تحلش الأزمة لكن في ضغط طبعاً اللي الولايات المتحدة ضغطة بتقول إن مصف لها حق تاريخي في مجرى النار روسيا بيقولوا برضو إن مصر لها حق تاريخي الصين الدول اللي هي الخمس عضاء اللي هم موجودين في مجلس الأمن متبنيين موقفنا وإحنا إن شاء الله إن موقفنا قوي جداً 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 لأن إحنا ما بنجيش على حد إحنا كدولة ما بنجيش على حد السودان كمان أعتقد إن هي هتتأثر جداً بسد النهضة والله السودان من غير حاجة متأثرها ما فيه كم سد من عندها في الأمطار الموسمية إنهار فطبع لحضرتك فلا السودان خطيغ معنا نفس الاتجاه لأ إحنا والسودان فيه اتجاه واحد لأنه هو إحنا هو ده نيل حياتنا الضرر حياتك علينا طبعاً ده حياتنا إزاي فطبعاً يعني لا أنا أجزب لحضرتك إن الموضوع هينحل دبلوماسي وإن شاء الله مفيش تدخل عسكري بإذن الله وهذا ما نتمنى ونترجع إحنا بنتمنى ذلك لكن أكيد لو في حرب أكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عنده الحلول النهائية الحاسمة اللي تقدر ما تدخلناش في أي مشاكل تقص الحروم بص أقول لحضرتك حاجة إحنا مش هنقول إن جيشنا الكام على العالم وأسيوبيا الكام على العالم إحنا جيشنا التاسع على العالم أسيوبيا الاتنين واربعين على العالم تسليح ديشنا يختلف بالكامل عن أسيوبيا بس ما ترى يعني أنا مش عايز أبقى موجود هنا وأتكلم عن التسليح وعن الحرب أو لأننا رجل دبلوماسي ما ينفعش إن أنا أتكلم في هذا الموضوع لكن الحمد لله رب العالمين لو انحواجنا لهذا الخيار وده طبعا القيادة السياسية ومستبع ده لأنه هيبقى ضمار ضمار لشعب أعراقه مننا والساد الرئيس حاطت الموضوع ده نصب عيني وهو ساد الرئيس مش من داعية الخروب ساد الرئيس من داعية السلام وأعتقد إن أسيوبيا تمديها في المفاوضات لحد دلوقتي برضو هي عارفة حجمها وحجم مصر لا هي تمديها إنها عايزة تملأ الساد بس إحنا لنا وقت هنقع مش هينفع وهتقف المفاوضات هتقف كل حاجة أن أنت لو وصلت لحد معين في ملء الساد أنت كده لأ بتتباحي شعبي تلوقتي ده إحنا قلنا هل بتحاول الوصول الحلول وسطى مع مصر؟ والله إحنا لغاية دلوقتي مفيش عندها حلول وسطى هي رفضة يعني هي بتقول شوية أنا موافقة بيه التدقل بتدقل الشركاء الدوليين ومرة تقول مش موافقة بالشركاء الدوليين ولما موافقة إنه يخش الشركاء الدوليين البنك الدولي والولايات المتحدة رجعت تاني رفضت ابتدت يعني إيه فيه مماطلات لكن هي معروف على مستوى الدبلوماسية إن التفاوض بيحتاج لزوء اللي بينجح فيه زوء النفس الطويل وإحنا الحمد لله رب العالمين مفيش أطول من نفسنا وإحنا في علاقاتنا الدبلوماسية كلها نكحية الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني إحنا عندنا الحمد لله يعني نتبوأ مكان مرموق جدا في وسط الشعوب كدبلوماسيين وبين دول العالم أو أعضاء الأمم المتحدة يعني تقارب شديد جدا في العلاقات الدبلوماسية وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني نحمد الله وبسبب توجهات السيد الرئيس إحنا نكحين طيب وبرؤية حضرتك الدبلوماسية إلى أين ستنتهي الأزمة ذي لا وهنا بالنسبة لي ملهاش نهاية أنا بالنسبة لي ملهاش نهاية لأن أنا تعلمت كمفاوض إن أنا مليش آخر يكسب يتكسب يعني الوضع حيفض العالق خدا لغاية لما حضرتك يوصل السيد لو هم انتنهم يملو وده اللي هو أنا يعني في الوقت الحالي مش شايفه إنه هو هيحصل هم توقفوا عن ملء المرحلة الأولى المرحلة الأولى لكن إحنا بنقول إنه هو ما ينفعش يتميليه في السبع سنين إحنا بناه على فكرة أولا حضرك حاجة إحنا بناه بالضبط ثلاث سنين هم عايزين نملو في سبعة وإحنا عايزين نملو في عشرة عشرة ده محسوب يعني كلمة عشرة دي محسوب لكن سبعة غير محسوب يعني إحنا حاسبينه صح هم من حاسبينه ملط فإحنا قلناه يتميلي في عشرة هم من بقوله لا يتميلي السبعة فهو اللي اختلاف بتاعنا في كده وإنه يتميلي أثناء الفيضان ما يتميليش أثناء من غير الفيضان لا إحنا بنقول إنه هو يتميلي أثناء الفيضان لا هم من بقولك لا يتميلي فطبعا إحنا كلامنا شرعي شرعي من الاتجاء القانون الدولي يعني إحنا مطالبنا مطالب مشروعة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية سنة تسعة وعشرين وهذا بالحضرتك والاتفاقية اللي هي كانت ألفين وتسعة لأنه كان فيه فوضات برضو في ألفين وتسعة قبل الثورة قبل الثورة وهذا بالحضرتك برضو عشان كده فيه اتفاقيات أنت إزاي تتنصلي من هذه الاتفاقيات مينفعل؟ مينفعل؟ فعشان كده هو المجتمع الدولي وقف معاك لي trabalhar يعني إحنا انتزمنا باتفاقياتنا الدولية لا بالاتفاقيات الدولية وعلى حسب القانون الدولي الاتفاقيات الدولية لا تخرج بنودها من بنود القانون الدولي مش على حسب قانون الدولة يعني أنا مثلا ليه قانون عندي في بلدي أولياء دشتور وشبه لها قانون في بلدها ولا دشتور ما لنشدع ولا بدأ ولا بدأ لندعوة بالقانون الدولي ومساق الأمم المتحدة هل من الممكن توقيع جزائق دولية على أسيوبيا في حال تصميمها على موقفها؟ يعني ديت طبعا عندنا لو ضربنا مثلا إيران خارجة برى الصف فعليها عقوبات ولسه الولايات المتحدة منفردة طبقت العقوبات فأكيد هتتعرض أسيوبيا لهذه العقوبات والاقتصاد الأسيوبي ما يستحملش العقوبات يعني إحنا بنتكلم إن إحنا بنقول ده حقنا المشروع قانونا ودوليا إنت عايز تقدمني ليه؟ إيه سببه؟ هو كمان بيعتبر إن من حقه يبني سد ويتطور من دولته ويعمل قهربة ويحسن من زراعة عنده هو معتبر إن بناء السد ده هو اللي حيبني أسيوبيا إن أنا أقول لحضرتك حاجة الدراسات قلتليك خطأ الدراسة ومكان السد أصلا خطأ ما أقول لحضرتك ليه؟ لأنه هو في أرض الأرض بتاعته تعرض السد للإنيار تعرض السد للإنيار ده قالوا بعض الخبراء وفيه خبراء ما قالتوش والسبب إيه؟ إن أسيوبيا بالغاية دلوقتي ما سلمتش الرسومات بتاعت السد ليه؟ قالنا المبعوشين الدوليين اللي إحنا اخترناهم واختبر حضرتك ولا للأمم المتحدة ولا للولايات المتحدة اللي هي تعتبر الشريك الدولي ما باعتتشي الرسومات بتاعت السد المعطة إذن هي على علم إنه السد عرض للخطر في أي لحظة ممكن ينهار؟ أنا مقدرش أجزب على ذلك بس هو الواقع بيقول كده لأنه أنا طالب منك إنه أنت تديني الرسومات الهندسية والفحوصات البيولوجية للأرض اللي أنت أقمت عليها السد ما مدتنيش يبقى ده إيه؟ يبقى ده فيه مخالفات وفيه تقارير بتقول إنه وجود السد ده خطر على الفئة القمط إيه هو دور الدبلوماسية المصرية والجهود المبزولة لحل الأزمة والتصدي للعناد الأسيوبي والله حضرتك الدور الدبلوماسية المصرية واضح يعني وزير الخارجان واضح جدا لأن كل يوم بنشوف اجتماع من السيد الوزير مع السودان ومع أسيوبيا ومع السيد وزير الموارد المائية ورّي مع السودان وأسيوبيا في مع السيد وزير الخارجية يعني إحنا واضحين إحنا واضحين يعني المجهود واضح وملموس بس زي ما قلت لحضرتك إحنا خيارنا لا ينتهي كمفاوضين أو كوزارة خارجية الخيار إحنا مجتمرين في التفاوض إلى أن تقوم القيادة السياسية بوقف التفاوض يعني إحنا كوزارة خارجية أو كمفاوضين ما نقدرش نقول إن إحنا توقفنا في هذا الحد لا إحنا مجتمرين والحكومة اليوم بنحقق نجاحات بنبين التعنت الأسيوبي قدام المجتمع الداخل وحتى ظل المفاوضات مستمرة أعتقد إن المفاوضات كفاية نتجتها إنه أسيوبيا وقافت استكمال ملء السد الحد دلوقتي ده دليل على إن هي برضو عندها أمل في المفاوضات اللي بتحصل إن هي توصل للي هي عايزية لا حضرتك أسيوبيا ما قفتش بمزاك الفيضان ابتدى ينحصر ابتدى التوقف أقول حضرتك لكن إحنا الفيضان لو كان كانت استمرت في ملء السد استمرت والمرحلة الأولى اللي هي بتقول عليها وصلت لها فهي مش وقفت لكنها توقفت عنها ما توقفت عشان المرحلة الأولى بتاعتها كملت لأن فيه تربونات ما اشتغلتش فيه تربونات فيه السد ما اشتغلتش إذن هي حتستمر في خطتها دون الالتفاة للمفاوضات وعندها مشاكل ابتدت تظهر عندها مشاكل فيه تربونات في المرحلة الأولى ما اشتغلتش طيب معنا اتصال ابو يوسف من البحيرة حبيبي يكلم حضرتك أهلا وسهلا بيك عليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك أبو يوسف الله يكريمك أستاذ أهلا بيك اتفضل احنا معاك أنا كنت عايت حضرتك بس يعني نعمل مشاركة ونقول رأيي بالنسبة للمشكلة الساب المعضة دي اتفضل حضرتك ياريت حضرتك يعني بالنسبة للاستاذ طبعا هو بيقول لنا من المفاوضين يعني في مشكلة الساب المعضة فطبعا لو كان يفدوا الساب دا عندنا احنا في وقت الخريف بتاعنا وفي الصيف يفتحوه كان يكون أفضل وتكون المشكلة دي سهلة بالحل يعني احنا بنشكرك على اقتراحك وشكرا لاتصال حضرتك هما مش موافقين بأي حاجة هما لهم هما معمل لهم أجندة معينة ماشيين عليه وده احنا زي بنقول كده ايه بنرفع ورقة التوت عنهم عشان نبين كل الأطراف المعنية في التعنت الأسيومي الساد الرئيس واخد قرار واضح للجميع ان احنا ان احنا مستمرين بس مش هنتننا مستمرين كتير يعني اخر اخر كلمة للساد الرئيس في الامة المتحدة قال احنا مش هنفضل مستمرين كتير او مش هنتننا نتفاوض على طول بنص الكلمة اللي قالها الساد الرئيس احنا تعودنا من الساد الرئيس عبدالفتاح السيسي انه ما بيسبش حق المصر اكيد طبعا اكيد ده هديت ربنا لينا وهو فعلا ما سبش شيء في مصر اسمه ما بناش فيه مشروع واثنين وثلاثة وقرب حاجة حضرتك شوفي اسكندرية فيها البشاير وفيها نقول على القاهرة فيها العصمارات وفيه كتير فسر شريعة لا تعد ولا تحصى نقدر نعتبر ان مصر بدأت الاستعداد في حالة تشغيل سد النهضة بدأت استعدادها البدايل حضرتك احنا تعلمنا طول عمرنا ان عندنا بلان اي وبلان بي طبعا حضرتك عاملين كل حاجة لا احنا الحمد لله رب العالمين عندنا عاملين استعدادنا لكل شي احنا طبعا انا ما بقولش الكلام ده كلام مرسل وخلاص لا اللي انا تعودته من القيادة السياسية المصرية اللي موجودة في الوقت الحالي انها عاملة حساب كل شي بدليل ازمة كورونا يعني الحمد لله رب العالمين احنا حيرنا العالم في موضوع ازمة كورونا الحمد لله لها بفضل توجهات القيادة السياسية طيب لو حضرتك توضح لنا بعض الاستعدادات اللي مصر بتكون جهزت بها والله احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في اكتشافات في الغرب في طبعا عندنا المياه الجوفية الحمد لله رب العالمين بأمان عندنا برضو موضوع السحرات وتغير المناخ ابتدى يعمل لنا مياه جوفية اكتر يعني الحمد لله رب العالمين عالمين حسابنا وفيه طبعا مشروع اللي هو مشروع توصيل نهر الكم طيب وبما اننا في اول اكتوبر واحنا دلوقتي في فترة ستة اكتوبر وانتصارات اكتوبر حابين نسمع من حضرتك كلمة عن اهم انجاز في مصر وهو حرب ستة اكتوبر لا هو هو العبور العظيم ولكن هو مش الانجاز الوحيد لا مش الانجاز الوحيد لكنه اول انجازات واهم انجازات مصر اللي لازلنا نحتفل وسنظل نحتفل بها ليومنا دا دا كان انتصار عظيم لمصر طبعا طبعا لما نتكلم عن الجندية الجندية شرف والجندي المصري المقاتل اللي رفع العلم على خط برليف اللي الاشطورة اللي تغانت بها اسرائيل في الوقت في الوقت دا وطبعا قاله ان هو يعدي خط باريس ويعدي خط مش عارف ايه فابتدت كانت غنوة ابتدوا يتغنوا خط برليف دا كانوا عاملينه شبح ما انا بقول لحضرتك انهم يتغنوا بيه على مستوى العالم وطبعا ال67 ادته انطباع عن الجند المصري خاطئ رغم ان كتير منهم كان عايش في مصر يعرف ان الشعب المصري الجند بتاعه ما بي مكسرش الجند المصري ما بي مكسرش فاحنا اه في الانتصار العظيم دا نوجه اه التحية لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه اه قائد اه الجيش قبل ما ما يتولى اه دقاسة الجمهورية ونتوجه لسيد وزير الدفاع اه بالتهنئة ونتوجه لسيد اركان حرب القوات المسلحة بالتهنئة ونتوجه بالشكر لكل افراد القوات المسلحة ونقول لهم كل عام وانتم منتصرين وحميين مصر من جميع اعداء والجهود بتاعت القوات المسلحة من 2011 لحد النهاردة مبزولة سواء على حدودنا او داخل البلاد في كل حاجة دقريبا القوات المسلحة اصبحت هي المسؤولة الاولى داخليا وخارجيا عن مصر اقول لها حضرتك حاجة احنا مفيش انتخابات الا وامنتها القوات المسلحة معنا اتصال اشرف اهلا بيك الو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اتفضل احنا معين والله انا حضرتك بس لها تعليق باتكلم على معنا المستشار رضا عبدالعليم الحبشي مستشار العلاقات الدبلوماسية بالمجلس المصري العربي التابع لجامعة الدول العربية أهلا بحضرتك أنا كنت بس عايزة تطامن على نقطة حلقتك الموضوع السدي لو جراله حاجة بالنسبة مصر والسودان يعني هيتهزهم أنا كنت كمواطن عايزة تطامن لأن الموضوع ده عامل جدل كبير مع الشارع المصري بالزياد كل الناس بتسعى على موضوع السدي ده نحن بنشكر حضرتك هنرد على سؤالك حالا مستشار رضا المواطنين ألقانين في حالة انهيار السد ألقانين من حدوث فيضان طبعا في النمونا بقوله إحنا وندها في أول الحلقة وقلنا إن في تأثير بدليل إن في سحارات إن عملت في مجرد سيول إن عملت وتم ربطها في بالنهر في ترع كتير إن شاءت على مستوى جمهورية مصر العربية إحنا عاملين حسابنا بس هل إحنا هنطلع سلال مية في المية أكيد أهم حاجة إن الدولة هتكون على استعداد إنه حتى لو حصل إنه يوصلنا أقل درر طبعا إحنا بدليل أهدد بس لحراتك بس إن دلوقتي فيه إحنا موجودة عندنا مفايدة عندنا حد أحس به لا بسبب الفكر اللي محطوط والتخطيط اللي محطوط للدولة نقدر نقول إن مصر مستعدة لأي شيء ممكن يحصل طبعا بس الكمية بتاعة منسوب المياه اللي هيخرج من سد النهرة من سد النهضة أثناء انهاره ديت ما نعرفهاش قد أين هل في دراسات بتتم دلوقتي لمحاولة معرفة حتى تقريبيا النسبة منسوب المياه اللي يحصل لو حصل فضيان يا فاندي ما فيش أي ورق خرج من أسيوبيا المشكلة دلوقتي إن مفيش حاجة تسلمت لأي وفد من الوفود لإن كان مصري أو سوداني أو الولايات المتحدة أو البنك الدولي دفسهم مفيش فأفهم إيه فإحنا دلوقتي عاملين الخطة بتاعتنا أو بنين الخطة بتاعتنا خطة تقريبية إن إحنا بنقدر نقدر نعمل كذا لما يحصل كذا نتفيد أكبر خطر طبعا لكن الخطر موجود طبعا خطر موجود خطر موجود بس يعني بالنسبة لنا إحنا كمصر يعني نسبة تتراوح ما بين الواحد في المية والتن في المية مصر عندها بحار عندها مياه جوفية عندها أمطار عندها سبل كتيرة قوي الدولة ممكن تستخدمها لتفادي الجفاف أو حتى شح المياه اللي ممكن يحصل هل المصادر دي كافية في حالة في حالة تشغيل سد النهضة آه إن شاء الله لأن دلوقتي في محطات بتنعمل على البحر المتوسط والبحر الأحمر لتحليط المياه يعني في الدولة وغدا منهج معين ما شابيه إن بتعمل المحطات محطات التحليط على البحر على البحر الأحمر والبحر المتوسط يعني مش كل حاجة محطوط لها خطة A و B خطة بديلة آه طبعا طيب تحب تقول إيه كلمة للسادة المشاهدين تطمنهم بيها بخصوص موضوع سد النهضة أقول للسادة المشاهدين إحنا الحمد لله رب العالمين عندنا قيادة سياسية وعية ما يدور حولها وما تقلوش إحنا القيادة السياسية بتاعتنا مش هتفرط في حقكم أبدا 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 نقدر نتمن طبعا إن شاء الله إن شاء الله في ختام حلقتنا النهاردة احنا بنشكر المستشردة أهلا بحضرتك نوارتنا في حلقتنا النهاردة وشرفتنا بجد في قناة الصحة والجمال أشكر أعزقنا المشاهدين في ختام حلقتنا بنشكركم على حسن المتابعة ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم وبنشكر إدارة قناة الصحة والجمال وكل الشكر والتقدير للكاتب والشاعر والصحفي شريف شعبان صاحب فكرة برنامج حقق حلمك معنا ومدير تحريره وبنقول لكل مشاهديننا الحلم معنا مستمر واستنونا في حلقات جاية كتير بأحلام جاية كتيرة جدا نساعدكم فيها ونحقق لكم كل اللي بتتمنون